مدد زعماء الاتحاد الأوروبي قمتهم التي تعقد في بروكسل لمناقشة خطة إنقاذ الاقتصاد الأوروبي من تدعيات أزمة كورونا يوما آخر في محاولة للتغلب على خلافاتهم واخفغ زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من الفيروس بعد مفاوضات شاقة على مدى يومين حيث برزت نقاط الخلاف من المبلغ الإجمالي للخطة البالغ 750 مليار يورو إلى التوازن بين القروض والمنح مرورا بالتحكم في الأموال المدفوعة وآلية تربط المنح باحترام سيادة القانون في البلدان المستفيدة